ويبدأ العد التنازلي ثلاث ساعات بتفصلنا عن بداية المشوار ثلاث ساعات بتفصلنا عن البطولة الحلم تحية بداية لكل أهلوية اللي بيبدأوا معنا حلقة النهاردة من السادسة تحتية خاصة جدا للحظات الأخيرة ما قبل انطلاق المشوار في بطولة كأس العالم للأندية ليه بقول لحضراتكم إنها البطولة الحلم الأكتر من سبب هي البطولة الحلم بالنسبة للجماهير والبطولة الأهم والبطولة الأصعب والبطولة الأقوى بالنسبة للجمهور النادي الأهلي حينما يطلاق مع كبار العالم نهارده بنتكلم على أنه الأهلي ممثل بيشارك في البطولة كممثل لقارد أفريقيا في موجة الكبار فلامينجو من أمريكا الجنوبية ريال مدريد من أوروبا الهلال زعيم أسيا وغيرهم طبعا سياتل ساوندز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية وطبعا أوكلن سيتي اللي هنواجه النهارده بطل الكونكا كاف لكن خليني وطبعا الوداد المغربي اللي بيصطدي في البطولة لكن خليني أقول لكم ليه البطولة الحلم ليه النهارده هي بالنسبة مش بس للجمهور حتى بالنسبة للعابين وللأجهزة الفنية هي البطولة الحلم لكن خليني أبدأ بالجمهور زمان ومن قبل حتى ما أبتدي أتفرج على كرة كنت بسمع عن أنه المطشاط اللي بتجمع بين الأهلي وبين الأندية الأجنبية كانت بالنسبة لجمهور الكرة في مصر هنا بتبقى عيد يعني الأهلي ومونشن جلدباخ الأهلي وبار ميونيخ أسبانيا نقول الأهلي وريال مادريد الأهلي وبرشلونة الأهلي وأتلاتيكو مادريد الأهلي وآكس مستردام الأهلي وروما المطشاط الودية اللي كان بتحصل دي كان بتبقى بالنسبة لجمهور الكرة في مصر عيد ويا سلام لو الأهلي قدر يفوس فيها كان بتبقى الفرحة فرحتين نهارده احنا بنتكلم على أنه الأهلي غير المفاهيم وأنه اللقاء ده ما بقاش مجرد لقاء ودي أو لقاء استعراضي لكن بقى واحدة من أهم المطشاط اللي بينتظرها جمهور نادي الأهلي وجمهور الكرة في مصر لأن حقيقة الأهلي بيشرفنا الأهلي اللي معودناش أنه بس يقابل الكبار في مواجهات رسمية ويبقى مباراة معتمدة من نتجتها من الفيفا في بطولة هي الأهم على مستوى الأندية في العالم كله هي أهم بطولة على مستوى الأندية في العالم كله شاء أمن شاء أبا من أبا ممكن تبقى شامبيونز ليج بطولة أقوى لكن لما تتكلم على أنه أبطال القرارات بيتجمعوا في مناسبة عشان يتلافسوا على لقب الأفضل على مستوى العالم هي بالتأكيد بطولة مهمة وإلا ما كانش الفيفا يبقى حريص على أنه هو يحافظ على استمرارها وحريص أكتر على أنه هو يطورها وعلى فكرة فيه تطوير مهم جدا هيظهر لأول مرة في النسخة الحالية اللي هتبدأ النهاردة وأول مباراة البطولة لأهلي أوكلان سيتي هيظهر فيها تطوير مهم جدا هنجيله على مدار الحالة عشان كده بقولكم مش بس بقت فكرة المواجهات الرسمية لا ده الأهلي خدنا كمان لفكرة الطموح النهاردة وإنت بتلعب مع الكبار فيه رغبة كبيرة جدا وفيه تفكير كبير جدا في أنه إحنا مش بس عايزين نلعب الناس دي لكن كمان عايزين نوصل لمنصات التطوير ومش هبالغ لو قلت أنه وإحنا داخلين بطولة فيها أسماء الكبيرة دي النهاردة بعد 8 أو بعد 7 مشاركات بما أن مشاركة النهاردة يقتمنا طموحنا كبير جدا وطموح الأهلوية راح لبعيد والحقيقة أنه كتير من الأهلوية بيتمنوا جدا جدا وشايفين أنه إحنا نقدر وليه لا نوصل للمباراة النهائية الطموح ده ما كانش ممكن يتزرع جوا الناس إلا لو كان فيه ثقة فيه ثقة في أن نجومنا وفرقتنا تقدر تروح لبعيد لكن خلينا وافين مع أوكلن سيتي ده بالنسبة للجمهور ده بالنسبة للجمهور لكن بالنسبة للعبين قصة الحلم قصة مختلفة تماما فكرة أنك أنت خد بالك أنه طموح لعيبة كتير جدا في العالم كله وفي أندية كبيرة جدا على مستوى العالم أنها تشارك في بطولة زي دي فكرة أنك أنت تظهر في كاس عامل أندية إذا كنا يعني اتحرمنا كلعبين وكجمهور من أنه منتخبنا يظهر بشكل متكرر في كاس العالم فالأهلي عوضنا بقى طموح طبيعي جدا ومنطقي جدا بالنسبة للجميع النادي الأهلي أنه الأهلي يبقى موجود في كاس العالم ما بقاش فيها جديد يعني ما بقاش الإنجاز في حد ذاته أنك أنت تتآهل لبطولة كاس العالم بقى الإنجاز أنت هتعمل إيه في بطولة كاس العالم وده فرق كبير وتطور كبير جدا قدر الأهلي يزرعه في عقول جماهيره لعيبة كتيرة جدا بتحلم وبتلعب مشوار طويل جدا عشان توصل للحظة اللي احنا على أعتابها على أعتاب المشاركة في كاس العالم على أعتاب الظهور في بطولة بيتبحى العالم كله العالم كله عينيه على بطولة كاس العالم عشان كده نتمنى إن شاء الله أن احنا ونجمنا طبعا يستغلوا الفرصة النهاردة مين هيشارك مين مش هيشارك طريقة اللي هيظهر بيها مارسل كولر هي الأقرب لمواجهة أوكلن سيتي شكل فريق نادي الأهلي أجواء ما قبل البطولة في المغرب في مدينة طنجة تحديدا هتكون معنا في حلقة النهاردة من السادسة بس قبل ما أبدأ الحلقة واخدكم فيه كل التفاصيل اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا